هذا هو شكل الخبز شوفوا كم نوع سوينا ياسا يا ربوني يزينا من هذا لم يجد لكم فدع جديد في الفيديو سيكون طبخ مع أمي طيب طيب صدق صدق طيب هذه العجينة التقليدية اللي هي عبارة عن مية حليب ويل زبدة وخميرة راح نسوي منها شغلات حلوة كثير مع وقت طويل ونشتغل بالمعجنات وكذا لحظت أنه أكثر المعجنات تبدأ من هذه المكونات رأيت أنه بعد كذا تتفرح التحدي سيكون من العجينة واحدة عدة أنواع معجنات وعدة خبزات أكثر من النوع قبل أن أبدأ الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة تشتركوا في القناة نارين وقناة نارين وقناة العيلة سأضع لكم في صندق الوصف الآن سنجزئ هذه العجينة من قطحها سنجزئها للخبز لا يأخذ وقت طويل سأضعه أول شيء والخبز اللي عادي بيأخذ وقت أطول هي التخمير أو اللي يأخذ فيها مرحلة سأضعه بعدين فرد سأضعه أول شيء هذا الشكل أمي عندها عدة فكرة وكل مدينة رح يكون خبز مختلف على التاني هذا زبدة وصفار وصفار البلد شوفوا شيفون سار زي الكرامة هين أمي رح تخطى لي كافي اللي لازم نحطه ونضع خبز الكافي ونطعمه لذيذ ألف تاني خف جدا مشErق ول حتى اط不好意思 بعد بذا الشكل الحين رح ندخل على الشلاجة banana ablebury مع السكر حاط لانها قادين بالباب بان свой المربك حتى انا بسم الله الجبن كريمية بنحط عليه أميكا تتكفر هذا بتعمله بشكل موزون يعني تحطه على الميزانيا لازم كلهم يكونوا نفس الشيء صح؟ كل نوع بانج له وزنه في ناس يعرفوا يشعوه كذا بالميجاز الشيء لان نشتغل بالبانج وكذا لازم يشعبه نفس الكوريين أو وزنه بالوزن كريمة لما حطوا له بعض الهدلت بالوزن مكسرات الوزن هيد راح نصوم الباكاتي أول شيء بتكون عبارة عن خط طويلة باكاتي خلق باكاتي 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 راح نسوي العجل الثانية بتسوي الثراثة نوعا هلين تتسوي الثراثة؟ ايه هذولة بعدين بيتشكلوا بعد العجل ونحين راح نسوي هذا ماذا كنتم بخبز الحين؟ نسوي خبز الكوفي جميعا نسوي كمية كبيرة لازم بسرعة نخلص العجل نسوي بأنني الوحدي لازم أتسعر نسوي هذه القطايرة الكورية اللي كانت تحبه ميت تشتريها دائما أريد أن أصبحت الكلبة أريد أن أصبحت الكلبة أريد أن أعلم أنه أفهم أضع سكر وزبدة أضع الزبدة أضع الشيز مع البلوبوري ونخلطه مع بعض أنا لا أعرفه لكن يجب لي البلوبوري لا يخرج أضعت لي بلوبوري بلوبوري مع الشيز الكريمي خلطه مع بعض ونحن سوف تخلق ثلاجة صراحة هذا التحدي صعب بالنسبة لي لأن أمي قدرت تسوي هذا كله استمنع تسوي لا أدري عادة أنا ما شفت أعجينا مره مليانة وفي لطبط وكذا الوضع مره مره بيك صراحة تصفيقة لأمي والله تصفيقة ليه؟ لأنه سوف تسوي أنواع كثيرة من نوع واحد ونفس الوقت يجب أن تكونوا سريعين لكي الخميرة لا تفسد العجيناة فهي يجب أن تكون محتاجة سرعة سرعة حاليا في الفرن يوجد أكثر من مجموعة الآن سوف نسوي باكتة اللي هو الطوار الآن سوف نسوي تقريبا 6-7 أنواع الآن سوف نسوي النوع الثاني أظن أن هذا هو كوب كيب هذا كوب كيب مخرافة يا جماعة جديد ماذا أمي تصويت؟ صويت هذا يشبه البطلة فطيرة لا ليس بطيرة بطيرة لا ليس بطيرة ماذا هي بطيرة هذا يجب السكر والقرفة عرفتين؟ حتى قلت لي ما بتقريب ما عرف الجمل ما رأي ألحظوا؟ هنيقلي هذه المنين عشان نقطعها راح نحط ثلاجات الجمل بعدين نخرجها ونقطعها خطوها بالثلاج عشان تبرد بسرعة بالفريزر وهذا النوع الثاني من الخبز هذا ثلاثة أنواع هذا ثلاثة أنواع لهم شغل بعد الخبز هذا الخبز الثوم وهذا الخبز الكريم هذا الخبز العادي اللي كنا نحشي تعرفيه للجبنة إنه فيه سندواشات الآن قليل من السنة نجهز هذا الخبز دور خبز الكوفي كوفي راجع من صفح لماذا؟ الشكل الأخير هذا الثاني ليه لا كنت 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 قطعة صغيرة فقسمت على 50 كرام والحين حولتها الى الكروسة امي راح تقطع هذا النعم الخبز اللي هو البلوباري والشيز ليه انت تقطعي بهذا الشكل يعني بالخير ما تقطعي بسكينة عشان نريد بشكل مرتب سكينة احيانا مع التنزلي تروح الالوان كلها على العجينة اه يعني ما يكون كده بهذا الشكل اه اه انا قرر اتخطب هذه السفنة الانيكة عشان نكون شكله احلى طادي الخبزتان اخيرا سوف نقوم بسكينة خلصة الثوم عشان خبز البنك حتى في الثوم لا ادري انتو تعرفوه او لا هذا مرة محبوب في كوريا اول شي نستخدم الماينيز نجيب الثوم بعدين احط الزبدة وهذا السكر كمان ام احط الزبدة هذه والخليط اللي وراكم قبل شوية كنت اخرجوا امامكم خوة النار ونحركوا هذا الشكل على بخار موية عشان ما ينطهي البيض اللي داخله جهز قبل الاخير من الخبز منحينا اللحظات الأخيرة من اخر خبز هو هنا هذا الجهاز عظيم كمان خبز كان لازم بحرار معينة لكي بعضها في كريمة وبعضها ما فيه بعضها في بعد ما تخطي كريمة وكذا الدخلين فور خبز لو العجينة ما كان بتصير بهذا الشكل من الخبز لو العجينة سيئة ما كان خلصنا بسرعة وما كان تطلع جودة في الخبز يعني اهم شيء العجينة تصوية الكريمة تصوية الكريمة هذا هي صوته كتصوم ويجب تخط عليه سكر مطحون بودرة شوف يصار القضيحة حين خلصنا تقريبا كل الخبز مجموعة الأولى اللي رتبنا هذا هو شكل الخبز شوفوا كم نوع سوينا واحد اثنين برازة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر هزار اثنين اثنين هزار اثنين من العجينة واحدة من العجينة واحدة هذه على فكرة البورغر هذا كروسو محشي بالشوكولاتة هذا هي كريمة تحشي زبدة والسكر شوفوا كيفية مفتر وهذا باكتي وهذا روتي هذه كروسو وبهذا خبز الكافي وهذا تحشي داخل جبنة كريمة وهذه خبز الثوم وهذه خبز الكريمة هذا بالبلوبيري والجبنان إتعابنا جاء فيه نتيجة وشكلة كبيرة بس مرة هالشعر خفيفة خفيفة مرة ليه مش وقته أكل حالياً وقت الآخر شيء طيب أنا عملت كله في الأخيرة لازم نخطر الفيديو لازم نخطر الفيديو لازم تأكل أكل خفيف فما تندر تأكل هذا الأكل كل يوم مش ملاحظة إنه مخصص وصلنا لنهاية الفيديو إن شاء الله تكونوا حبيتوا النتيجة طبعاً أخذنا تقريباً أكثر من خمس ساعات لأن شو سوي هذا الشغل الجبار والحمد لله طلعنا بنتيجة وكان كل إنواع الخبز صراحاً صدبت منه أمي قدرت سوي هذا كله صراحاً متعب أنا كنت أحس بأن أمي بس اللي سوي الخبز وها بس أنا رجولة تعبانا عشت الدولة أحس بأمي بتعب من جد رهاق رهاق وأخذ منه نوجود وتحب أخذ جمان جود وتركيز كان في بعض الخبز واللور حاجة قبل ما ينخبز وحاجة بعد ما ينخبز ودرجات الحرارة لازم تكون يعني عندنا هذا في كريمة و جبنة درجته منخفضة البقتي درجته مرتفعة زبدة أتمنى تكونوا حبيت الفيديو وحبيتوا وقدرات أمي لأن أمي بفعلاً قدرات أجباره وشكراً يا أمي إنك ساعديني بهذا التحدي نحن بنا نعمل تحديات أكثر وأكثر إذا أعجبكم هذه السلسان خطونانا بكومنتات هل تقبلون من هذه الوردة؟ ألوى يواليني الفيديو باي ترجمة نانسي قنقر